بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طلاب وطالبات الصف الثاني من توسط في هذا الدرس طبعا درس لهذا اليوم هو صفحة 48 عز الطالب وكذلك صفحة 49 ويعتبر ان هنا عندي تمارين كلش مهمة بصفحة 48 يدير بالك علينا عز الطالب ولو تلاحظ التمرين الاول اللي موجود باليونت 3 الوحدة الثاثة لسن 5 الدرس الخامس تحت عنوان The Olympic Games الألعاب الأولمبية شي يقول يقول find words الكلمات أو phrases أو العبارات من المقالة اللي موجودة بالدرس الخامس بالوحدة الثاثة في كتاب الطالب كتابك الملون عزيزي ذات التي مين تعني The following تعني الآت يعني شون يعني لو تلاحظينا أنا دعسي لك سؤال What's matter The winners الفائزون get ماذا يحصلون شي يحصلون الفائزين بأولمبيات مادالس ماداليات إذن جوابها مادالس نجي الثانية happen شنو معناها يعني مين تعني happen happen معناها يحدث يعني شنو يحدث لو تلاحظ take place يحدث أو تقام أو تحدث أين تحدث تقدر تقول happen تحدث تقدر تقول take place نعني نعطي نفس المعنى نجي المن نجي لسي compete in the games ينافس compete in the games ينافس في الألعاب أكيد لو تلاحظ took part طبعا competed وليس compete competed اللي هو بالزمن الماضي يعني ساهمة أو شاركة in the games في الألعاب يعني took part in يساهم في يشارك في الألعاب لحظ took part in أكيد in when the games في الألعاب فهذا عزي الطالب جواب التمارين أول مهم جدا 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 زينستاشون يجي يجي كسقاط يجي كميس بلين يجي كأوين ما شان يجي كل شمال فأنت لازم تعرفين ولازم تفهمين ولازم تحفظين وترجمين بعد عزي الطالب نجي المن نجي للتمرين الثاني التمرين الثاني أيضا كل شمال لاحظ لاحظ correct صحح the statements الحالات أو الجمل about the Olympic Games الألعاب الأولمبي لاحظ إذن لو تلاحظ هذا مثال هذا منطقيا هو وهنا مصححة لاحظ the the hi the first first شوف هنا other يعني مسبقا سابقا على الإطلاق من قبل وشوف هنا modern إذن تغير إذن هاي الجملة يعتبرها خطأ من تريد الصحاحة هنا هاي الجملة خطأ والصححان هاي الجملة خطأ والصححان هاي الجملة وإلى آخر ليش إنه يقول الصحح شوف لاحظ هاي the first ever Olympic Games were held in 1896 أول من قبل يعني السابق أول أسبق أول أقدم الألعاب الأولمبية يعني أقدم قد شو نقول أقيمت in في عام 1896 والجواب خطأ مو الأقدم المودرن آخر شي صارت لو تلاحظ the first modern أحدث شي the Olympic Games Olympic Games الألعاب الأولمبية were قد held نظمت in 1896 في عام 1896 لاحظ شوف ever مودرن إنه يجي لهنا بل كتتوضح الفكرة أكثر the athlete اللاعب اللاعب الرياضي هو الذي comes يأتي في المرتبة second الثانية يأتي في المرتبة الثانية wins يربح شي يربح أبرونز الله عليك الثانية يأخذ برونز لو فضة لا أستاذ فضة هنا أذن خطأ مدالية فضية لازم مو مدالية برونزية وضحة الفكرة إذن هاي كلمة برونز خطأ شوف راح أعيد كتابة الجملة كلها ما عاد كلمة برونز أسويها silver الرياضي نفسها الذي نفسها يحصل أو يأتي يأتي في المرتبة الثانية يربح silver medals مدال اللي هي المدالية الفضية لحظ برونز وخارتش خليت silver نجي لهذه بي هذي بي أيضا خطأ لحظة البي خلس أولفك البي البي أخذت من عندي تقريب تفكير ساعة زمان أريد لكلمة أريد لفكرة قاعد أرتب المعلوم فتصعب كلش كلش دوختني وآخر شي حليت هاي طريقة لحظة العلم الأولمبي ووز قد اخترع لأول الألعاب الأولمبية الحديثة طبعا هذا العلم كان مو للألعاب الأولمبية طبعا كان علم يخص الأعلام الوطنية وبعدين اخترعه فهنان بساطة حالها مكان ما ووز صارت ووز ناطس بس نفيناها الوطنية الوطنية لم يخترع لأول الألعاب الألمبية لاحظ عزيزي طالب بس ووز ناطس بس نفيت بس خليت ناطس هذا جواب النقطة بي نجلس السي تنحل بطريقتين يا أما تريد تنفي تقول isn't يا أما تحل بالطريقة هذه لاحظ ونينغ الفوز الربح is the most important thing يعني أهم لاحظ most معناها أهم thing أهم شي الربح هو أهم شي in the Olympic Games في الألعاب الأولمبية الجواب طبعا أكيد خطأ أهم شي المشاركة فتقدر تقول isn't وخلاص تكتفي تقدر تقول isn't بس is not تخلي لها ناط وتقدر لا والجواب الصح اللي هو بالنسبة اللي هو الجواب الصح هذا بس إنت تقدر بحيلة شرعية تقول isn't أما الجواب الصح لهذا هو taking part المشاركة المساهمة in the games في الألعاب is the most important الأكثر أهمية أو الشيء الأكثر أهمية in the alambic games في الألعاب الأولمبية فهذا الحل للنموذج أما إذن تعتبر شرعية صح نجي المن نجي لدي the alambic games الألعاب الأولمبية are held قد تنظم every six years كل سس سنوات وهذا الشي خطأ لازم شنوى لازم four years لذلك the alambic نزلتها games الألعاب are held every وصلت للس 6 صارت صارت four years لحظ أربعة سنوات بس ال6 صارت four أما النقطة الإ اللي هي ما قبل الأخيرة less done راح أصير more than حتى ما دوخك شوف اللس معناها أقل والmore أكثر أكثر من 200 ميتين country قطر took part in ساهم شاركوا بمن the 2016 the 2016 alambic games اللي هي 2016 للألعاب الأولمبية فقط less معناها أقل لكن هي بالقطعة موجودة more than أكثر من نجي لألعاب the rings هذه الفكرة هاي الفكرة اللي ما موجودة بالكتاب هاي الفكرة اللي ما موجودة بالقطعة أبدا أبدا ما موجودة لاحظ the rings اللي هي الحلقات اللي موجودة الخمس حلقات on the olympic flag على العلم الاولمبي stand for تمثل شتمثل the five countries الأقطار الخمسة شون أقطار خمسة قبل شوية تقلي أكثر من 200 قطر شون أقطار خمسة إذن هناك خلل هو الذي الذين competed in يساهمون يشاركون the old olympic games الألعاب الأولمبية القديمة طبعا الجواب مالتنا هذا أم كان ما كلمة countries اللي هي أقطار المفروض شنو continent شنو ستات continent معناها شنو القارات الخمسة القارات الخمسة شوف كل نفسي ما عذا countries أقطار لا لازم 5 continents اللي هي القارات الخمسة وهي فعلا الخمس حلقات اللي موجودات في العالم الأولمبي تمثل القارات الخمسة لكن بالكتاب ما ذاكرها يا أبوي ما موجودة بالقطعة وضحت الفكرة وروح للقطعة أيضا أنا شارح روح شوف في ذلك قارات خمسة أنا شتري لطيك نجي من نجي هنا هذا أيضا يصح نصيحة القراءة الثانية years هنا يتحدث عن السنوات لكن في الدرس السابق كان يتحدث على اليمن يتحدث على المجرمنت اللي هي القياسات ولاحظ هنا لو تلاحظ 1981 شون نقولها اللي هي تعني the year السنة 1000 يعني ذا ريد نقولها الف 900 وتسعمية 1000 يعني ألف واحد 900 وتسعمية أند وأيتي وشقد 81 واحد وثمانية هوافا مع ذلك نحن نقول ونكتب شو نقول لاحظ راح نقسم السنة إلى قسمين يعني هذا التاريخ إلى قسمين رقمين 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 عيدويا أول رقمين وثاني رقمين أول رقمين شقد تسعة عشر وثاني رقمين شقد واحد وثمانين إذن راح نقول 1981 أول رقمين ثاني رقمين 19 اللي هي تسعة عشر 1981 رقمين رقمين نجي هنا 18 اللي هي 18 96 96 إذن رقمين 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 متنسب نجي هنا عشرين تسعة عشرين شوف هنا عشرين تسعة نقدر نقول ها بتشغل نقدر نقول 2019 ونقدر نقول 2000 اللي هي 2019 إذن نقدر نقولها بطريقتين رقمين رقمين طبعاً أنا بالنسبة لي رقمين رقمين هتش وضحات فكرة هذا بهذه الطريقة أو نقدر نقول شي نقول لاحظ هاي 22 نشوف 20 22 نفس ما قتلك وتقدر تقول 2000 نفس هاي 2000 لكن إذا قلت 2000 لازم أكو 2000 2000 2000 1990 إذن بساط حبيب عزيز حتى ما دوخيك تقدر تقول الوقت بطريقتين تقدر تقول مثل ما موجود 1981 يعني 1981 هذا الصعبة تقدر تقسم قسمين يعني رقمين رقمين أول رقم 19 تقول 19 ثاني رقم 81 تقول 81 هذا بالنسبة للي موجود عزيز الطالب في صفحة 48 الشيء اللي موجود بيها موجود بيها هذني هذني يجيب لك صح وخط أبوي دير بالك من عدن هجي نترو فول سترين يعني مثلا على سبيل المثال اللي بالأسود هاي هاي بالأسود هاي بالأسود هاي بالأسود اللي بالأسود فول واللي حلينا أنياك وصح هنا بالأحمر هو true الأحمر صح والأسود خط أما هذا هذا أيضا يجيك عزيز الطالب يكتب لك 1901 مثل ما موجود وأسا رح عيد لك شرح بعد وتقسم هذا اللي موجود بصفحة 48 عزيز الطالب يجيب هاي الطريقة رح نروح عنياك على صفحة 49 اللي هو التمرين الثالث يقول practice saying the years هنا هم يحتي لعنى سنوات ونفس الشي خاف ما افتهمت من الشرح السابق اللي شرحته هسا إن شاء الله رح أفهمك مرة ثانية عزيز الطالب ولو تلاحظ هذا يريد من A إلى ال H يريد من عندي أكتبين كتابة يعني هو بالامتحال لاحظ عزيز الطالب high high years معناها السنوات هذي الكلمة نجي لل A أول وحدة high 1896 شون نكتب هاي أول شي أنت عدك طريقتين تقدر تقول 11 1800 800 800 إنه بتقل 96 اللي هو 96 تريد تقول شي أو رقمية 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 شنو مثلا أول رقمية ذن اللي قدامك إشقال ذن 18 تكتب ل 80 ثاني رقمية ش تقول 96 تكتب 96 وهذه الأسهل هذي شنو الأسهل زين استاذ شون يجي بالامتحان ينطيك اللي باللون الأسود تكتب للي باللون الأحمر أو ينطيك اللي باللون الأحمر تكتب للي باللون الأسود إذا يريد يسهل عليك زين استاذ شون حج هذا نفس يقلك يا با هاي صارت هاي زين الألف يش تكتب هاي تقول 2000 أو يطيك 2000 ياب ترى صار 2000 يعني بالعكس بالمقلوب تبادلي يطيك 2000 2000 كتاب أنت تتحول رقم بعدين يش يطيك 18 96 أنت لازم تكتب ل الأسود شيريد اللي باللون الأحمر مرة يطيك اللي باللون الأحمر شيريد اللي باللون الأسود ولاحظوا يا أفكار نيجي بعد 19 48 1948 زين هاي شو صار عقلة تستاذ اي كافي قسمنا والرقم 19 48 48 زين هنا شوية عدك طريقت من يصير بلال فيهن وفوق عدك طريقت تقدر تقسم 2012 2012 وتقدر لأ تقول 2000 اللي هي 2000 and 12 بهاي الطريقة يعني هاي صح وهاي صح حبيبي هاي صح وهاي صح بس آل اللي أسهل عدي الأولى شوف حتى كصيرة 2012 نيجي للي بعد هلحظ 2022 لحظ 2022 وتقدر تقول 2000 and 2022 بكيف نيجي هاي 2020 شوف 2000 هاي لا هنا إذا مثلا 2001 2002 2003 لا لازم تكتب هاتش 2000 اللي هي 2000 and 2 و 2 زين أستاذ واذا 2004 2004 2004 ايه 2004 او هاذا 2004 2000 اللي هي 2004 وانا علمتك الطريقتين اللي عجبك الكتبة وضحت فكرة زين استاذ ليش ما تخلينا هاي وهاي أحلى على رقمين الرقمين ايه مهنانا يبقى عندك صفر شي تكتبت كتب اوو تقل لو تقل زيرو فاني حتى تأخذ الدرجة كاملة تكتبها وهاي الطريقة وضحت فكرة نجي لهنا هنا لا عادي دلطريقتين تقل لها 20 10 وتقدر تقل لها هسا 2010 اللي هي 2010 وتقدر تقل لها 2010 اللي يعجبك اي وحدة من الطريقتين عزيز الطالب اللي يعجبك سوي يا هللي يعجبك من عدل صح وضحت الفكرة هذا بالنسبة الى السنوات راح ننتقل انيات in which year you in which year were you born في اي سنة انت ولت يعني شوكت يا سنة 2008 2009 2006 1989 يعني يا سنة لو تلاحظ على سبيل المثال هاي لاحظ كتبت لك ياها رقم وكتبت لك ياها كتابة 2 هاي 2 1000 يعني 2000 and 8 2008 وضحت الفكرة 2008 بعدها عزيز الطالب بعد ما حلينا التمرين الثالث راح نروح علمه للتمرين الرابع التمرين الرابع شو يقول يقول make a list سوينا لستة يعني مجموعة as many as sports يعني اكثر عدد من الرياضات you can انت تستطيع think of التفكير بي you have one minute يعني انت عندك دقيقة واحدة شكام رياضة انت تقدر تكتبينها هنا طبعا قبل لا اكتب لك الرياضات راح ننزل آنياق قبل لا اكتب لك راح نروح آنياق علي من على التمرين الخامس التمرين الخامس شو يقول compare قارن your list المجموعة اللي سويتها ات with a partner مع شريكك اللي بصفك صديقك can you add more sports to your list list تقدر هل تستطيع انت ان تضيف رياضات اكثر لللي list اللي سويتها يعني تباعت الصابق هاي رياضة هو كاتبة والتمان كاتبة تقدر التضيف اي تقدر بعد يقول look at your list انظر للليستة اللي سويتها circle ضع لدارة the sports الرياضة in different colors في الوان مختلفة يعني خلي الدوار حول الرياضة بالوان مختلفة زين بكيفي لا لاحظ use blue استخدم اللون الازرق for لي sports للرياضات when where حيثما you hit and hit تضرب تضرب something شيء ما مثلا لعبة التنس التنس راح يكون لونها ازرق ليش نجي use red استخدم اللون الاحمر for sports للرياضات where you throw something حيثما انت ترمي شيء ما مثلا الباسكتبول كرة السلة كرة السلة نشمرها نرميها اما التنس نضربها الكرة وضحها الفكرة اما الاخيرة use green استخدم اللون الاخضر for sports للرياضات where حيث you kick شوف kick تركل تركل برجلك something اللي هي الفوتبول وضحها الفكرة هذا الالوان هسا راح نصعد فوق واللون لو تلاحظ خلينا نصعد اللونها وبعدها نرجع لاخر فكرتين ذنين اللي جوا نصعد عز الطالب حتى نضيف الرياضات طبعا هاي الرياضات كل واحد بكيف اول ده يقلك دقيقة وحدة فكواحد يكتب واحد يكتب رياضتين تلاثم انا كتبتها ذني واتبعت بكيف عز الطالب اول واحدة التنس وخليتها باللون يا لون اللي قدامك اللون الازرق ثاني واحدة الجولف ليش تنهذن الرياضتين احنا نضربهم ضرب اوكي بعدها باسكتبول الرياضة اللي نرميها رمي بعدش عدك فوليبول اللي هي كرة الطائرة ايضا نرميها رمي اما الفوتبول ايضا الفوتبول ترى الفوتبول هم نقدر نرميها بالرمية ونقدر نركلها ركل وضحت الفكرة بعدش عدك يبقى الرياضات البقية اللي اخذتها نعود من زميلي اللي هو طبعا ها الالوان ازرق احمر اخضر نجي البقية اللي اخذت من صاحبي أثلاتيكس ألعاب القوة وسوامينج أخذتها وجيده وتقدر تضيف سايكلينج وتقدر تضيف بقية الرياضات فأي رياضات بعد راح ننزل للفكرتين اللي جوه عزيز الطالب ننزل للفكرتين اللي جوه ولو تلاحظ الفكرتين هنانا شي يقل لك يقل لك هل يمكنك think and تفكر of any other categories كلمة categories يعني معايير مواصفات أخرى شوف مرة هنانا شنوى نضربها مرة نرميها مرة نركلها قدك بعد مثلا على سبيل المثال نحن نقل لك نقل لك انك يا رياضة طيح شخص ما بالعرض اللي هي الجيدو والكاراتيو والآخرين نجي لنا are there any sports هل هناك شوف هل هناك أي رياضات that's التي fit تناسب انتم more than one category اللي تناسب أكثر من معيار واحد من صفة واحد طبعا قبل شوية قدك كرة القدم نقدر نركلها ونقدر أيضا نرميها لكن لو تلاحظ البوكسينغ البوكسينغ هذي الملاكمة هاي عني ضفته البوكسينغ الملاكمة وتقدر ترميش شخص الدفعة وتقدر نقطهم داون الطيحة وتقدر hit الضربة بوكس وإلى آخر إذن البوكسينغ هاي تعتبر بها white categories اللي هي معايير مختلفة من هو اللي يريده زينستاذ هذه الصفحة مهمة أو تمارين الرابع والخامس والسادس مهمات لا مهمات التمارين المهمة من الواحد المن لثلاثة كل شو مهمات ادير بالك عليها عزيزي الطالب هذا اللي الرابع والخامس والسادس حليتهم خافي طلبوهم من عندك عزيزي الطالب طبعا لحد لهنا انتهى درسي انتظروني في دروس قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته